أهلاً أحبانا مشاهدين في كل مكان حديثنا في هذه الحلقة عن يوم الخمسين تاريخية يوم الخمسين وأهمية هذا اليوم وما حصل في هذا اليوم ونتائج هذا اليوم طبعاً يقول الكتاب ولما حضر يوم الخمسين المستمعين والمشاهدين كانوا من اليهود في مدينة أورشليم وطبعاً أغلب اليهود بيبقوا من أيام الفصح لأنه من الفصح إلى يوم الخمسين خمسين يوم وطبعاً بيبقوا حتى يحتفلوا في هذا العيد وعادة هذا العيد بيكون في شهر أيار أو حزيران مايو أو يونيو فبيجي بعد خمسين يوم من الفصح تقديم ذبيحة الفصح وطبعاً لما حضر يوم الخمسين بيتكلم عن تاريخية مهمة لهذا الحدث اللي صار في تاريخ الكنيسة ورح نسمع عن هذا الموضوع بعد قليل أنا بشجعكم أن تشاهدوا هذه الحلقة وتتعرفوا يمكن فيه أسماء أو مسميات إحنا منستخدمها أو منستعملها ومرات كتير أحبائنا أو جمهورنا ما عندوش فكرة عن إيش بنتكلم ولكن بنعمة الرب رح نتكلم عن هذا الموضوع ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر